اهلا بكم اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضرتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي يلا بينا نشوف معنا اخبار همة وعجلة في حلقة جديدة من الظواهر المرعبة التي تحدث حول العالم واللي بنأكد ان في شيء يحدث في العالم ليس للاستهلاك الاعلامي يا جماعة الكلام دوت ولكن ده كلام حقيقي احنا وجهنا وشفنا التغيرات المناخية الموجودة اللي في الشتاء بنلاقي صيف وحر عالي وبعد كده برودة وسقيع سيول وفيضانات ولكن يوجد شيء غريب في العالم وقلنا الزلازل اللي حصل بتركيا دي مش طبيعية علشان كده بنتبعها لحظة بلحظة سبعتاشر الف زلزال من يوم ستة فبراير ويرجعوا واقروا عن حتى اليابان الصين اندونيسيا اي مكان بيحصل فيه زلازل مدمرة كبرى كبرها بيجي بعديها ارتدادات ستين زلزال خمسين زلزال عشر زلازل سبعين زلزال بحد اقصى ولكن سبعتاشر الف زلزال ده اللي خليك تقول يوجد شيء غير طبيعي بيحدث في الكون معنا النهاردة ملايين الاسماك النافقة تكسو الشواطئ هتشوفوا ملايين مش الف سمكة ولا الفين سمكة ولا تلاتة ولا عشرة ولا خمسين ولا مئة الف ملايين الاسماك فده برضو شيء مفزع ومرعب كمان هنشوف فيديو للارض وهي بتتنفس الارض بتنفتح وتغلق في تركيا والشواطئ تغلي في تركيا يلا بينا نشوف الفيديوهات والتفاصيل اللي معانا وطبعا لازم نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها ارجوك قول الدعاء احنا لازم نقترب من الله سبحانه وتعالى احنا بعدنا بكل طغيرنا وبكل كبرياءنا وبكل جبروتنا بعدنا جدا فارجوك قول اللهم نستودعك الارض ومن عليها اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء ويلا بينا نشوف طبعا ما تنساش تعمل اللايك والاعجاب للفيديو علشان تدعم القناة ما تنساش الشرك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد وانشروا يا جماعة اعملوا ثقافة عربية انشروا الفيديوهات شاركوها مع اصدقائكم شيروها في كل وسائل التواصل الاجتماعي يلا بينا نشوف اول خبر بيقول ايه معانا هنا دايما قبل ما نبدأ بنبدأ فيديوهاتنا بالخريطة الزلزالية او اهم الزلازل اللي موجودة حاليا على مستوى العالم وكمان الزلازل اللي موجودة بالذات في منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الاوسط وتركيا فمن اهم الزلازل الكبرى اللي حدست اليوم الجمعة سبعتاشر مارس الفين تلاتة وعشرين في زلزالين اولا حدثوا في تركيا زلزال في الفجر واحنا عملنا فيديو في نفس ساعة الزلزال ووقته وزلزال من شوية تقريبا الساعة اربعة عصرا في كهرمان مرعش وهنجيب لكم دلوقتي الخريطة ولكن اهم حاجة الزلازل الكبيرة اللي احنا شايفينها دي اللي هي الدواير الحمراء الكبيرة دي يعني زلازل ضخمة فعندنا ده زلزال في الصين خمسة واحد من عشرة وده زلزال في اندونيسيا خمسة واحد من عشرة وخدوا بالكوا التاريخة وجماعة سبعة عشر مارس الفين تلاتة وعشرين وهنا زلزال برضو ضخم وكبير في كولونيا في كولونيا وامبارح بالامس ده زلزال ضخم جدا كان في يوم ستاشر مارس في العراق في العراق والحمد لله ربنا سطر وهو بقوة خمسة وواحد من عشرة درجة في العراق على بعد خمسة عشرة كيلو متر من الارد ولكن هنا بقى في تركيا عندنا زلزال اربعة وثلاثة من عشرة وده اللي كان حصل الساعة اربعة فجرا او اربعة الا تلت بالضبط فجر اليوم الجمعة سبعتاشر مارس ومعانا خبر الجاءنا دلوقتي من يوم الجمعة سبعتاشر مارس من جريدة او موقع تركيا الان تركيا الان وبيقولوا عاجل زلزال يضرب كهرمان مرعش وهذه قوته الجمعة سبعتاشر مارس ويجايبينه ان خبر عاجل عشان كده لحما احنا بنقول عاجل حتى تركيا نفسها معتبر ان ده عاجل ده مش هزة صغيرة تلاتة درجة او حاجة فبيقول وقع زلزال بقوة اربع درجات وعمق اتناشر كيلو متر في منطقة غوكسون بولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا وبحسب ادارة الكوارث والطوارئ فان الزلزال وقع عند الساعة ستاشر اربعة وعشرين يعني الساعة اربعة ونص الا خمسة من شوية يعني انا بكلم كل وقت تقريبا الساعة خمسة فيعني من حوالي نصف ساعة يوم الجمعة سبعتاشر مارس غير الزلزال اللي وقع في الفجر وهنا بتاع الفجر اربعة وثلاثة من عشرة وده اربعة درجة وبكهرمان مرعش برضو فربنا يكون معهم ومعنا خبر برضو عاجل جدا لتركيا وبنحذرهم لان الارصاد الجوية التركية تحذر ستاشر ولاية يا جماعة اللي ليه حد في تركيا يقولوا وانشروا وشيروا وشاركوا الفيديو علشان يوصل للناس اللي قعدة معزبة تحذر ستاشر ولاية من امطار عادية غزيرة وطبعا احنا شفنا الفيضان اللي حصل في تركيا من اول مبارح ويعني توفع على اصهره حوالي عشرين شخص وعشرين حالة وفاء غير الضمار اللي حصل فادعوا من كلوبكم للشعب التركي وتاني بقول اللي فرحان في تركيا هيجي الدور عليك انت متدايق وانا معاك متدايق من الحكومة التركية من السياسة التركية في منع الميا عن العراق وسوريا وانا عارف المعاناة اللي بتحصل ولكن ده بينك وبين الحكومة تقول زي ما تقول على المسئولين وعلى الحكومة التركية ده حقك لكن حق الشعب التركي البريء ملهوش اي دخل في هذه السياسات ولذلك ما تفرحش في البلاء البلاء لو فرحت فيه هيجي لك نفس البلاء وهتبقى تتمنى ان حد يدعو لك فهنا الشعب التركي يتعرض لبلاء جديد و16 ولاية انطار عادية غزيرة مع ما يحدث من الزلاذل اللي حصلوا مع الانهيارات فده هتبقى حاجة صعبة جدا ونقول التحذيرات جاية فين حذرت طبعا الكلام ده يوم ايه الجمعة 17 مارس اليوم حذرت المدرية العامة للارصاد الجوية التركية منه طول انطار غزيرة في 16 ولاية تركية حيث اطلقت تحذير باللون البرتقالي وقلنا جماعة الالوان اربعة الاخضر يعني طبيعي الاصفر يعني عالي سنة البرتقالي وهو خطير والاحمر خطير جدا فهو ما قبل الخطير جدا يعني خطير وباللون البرتقالي للولايات التي ستكون فيها الامطار متوسطة القطورة وهي انطاليا واديمان وغازي عنتاب وكهرمان مرعش وشنلي ارفا يعني كهرمان مرعش وانطاليا اللي هي مليانة زلازل دي هتصاب النهاردة بامطار عضية غزيرة فيما اطلقت تحذير باللون الاصفر للولايات التي ستكون فيها الامطار منخفضة القطورة وهي ادنى وبردور وديار بكر والازيج وهطاي واسبرتا ومرسين وملاطيا ومغلة وكليس وعثمانية وطلبت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحزر لتجنب الاصار المحتملة كالصواعق والفيضانات ووقوع الاشجار واغلاق الطرقات ومعانا طبعا فيديو خطير من تركيا للارض وهي تتنفس وتتحرك والشواطئ البحار وكأنها تغلي وهذا الفيديو حصلنا عليه من قلب تركيا فعايزين نشوفه برضو مع بعض وربنا يسطرها عليهم جميعا الفيديو هوا يا جماعة وعايزين نشوف ويركز في الحتة دي انت شايف فيه في النص كده بقع أكنها بتبقل في البحر في الارض نفسها شايف بتطلع وتنزل أكن فيه تنفس تحت الارض خد بالك تاني هاعدها لك تاني دلوقتي شايف البقع اللي في نص الصورة دي أكن فيه حاجة بتتنفس أكنك تحتيها غليان وحاجة بتطلع في الارض وتنزل تاني بتطلع في الارض وتنزل غير الموجة بتاعت المية ركز تاني في الارض نفسها الحتة اللي في النص بالزبط دي هتلاقي اكن الارض فيها غليان من تحت بتطلع وتنزل والفيديو ده من قلب تركيا وجلنا من احد الاصدقاء معانا كمان هنشوف دلوقتي الارض وهي نفسها بتنفتح وتغلق هنا باين جدا ان فيه اكن حاجة تحت الارض بتخلي الارض تقب كده الفوق وتنزل تاني اكن فققيع تحت الارض مش عارفين ده ايه هنشوف دلوقتي بقى الارض وهي تنشق وتنفتح ملاحظ يا جماعة معي هذا المنظر الارض بتنشق وتنفتح يعني الشقوق اكنها بيخرج منها شيء وترجع تاني فده مناظر خطيرة وفيه شيء في تركيا غريب فيه شيء خطير وهنا اهو الناس حتى هيجيب لك الناس وهي معدية من هذا الشق تخيل لما الارض تنشق بهذه الطريقة وتنفتح هكذا ففيه شيء خطير ربنا يعديها على خير ونقول دايما اللهم نستودعك الارض ومن عليها بجد هذا اه يعني انا شايف حاجة من عند الله سبحانه وتعالى ورسالة وانذار لنا الطعز وطبعا اه هنكمل بقى بقية الاخبار كفاية الفيديو ده هنخش بقى على بقية الظواهر الغريبة والاسماك النافقة وهنا من سكاي نيوز عربية ملايين الاسماك النافقة تكسو نهرا في استراليا وده من خمس ساعات يوم الجمعة سبعتاشر مارس انا عايز اجيب لكم التاريخ التاريخ فوقه يا جماعة اليمين الجمعة سبعتاشر مارس الفين تلاتة وعشرين ملايين الاسماك النافقة تكسو نهر في استراليا وعايزك تشوف الصورة وتتمع عن بصوا يا جماعة الكمية ده انت لو بادر يعني حبوب لو بادر شوية امح بصوا الكمية مش سمكة ولا اتنين ولا عشرة ولا الف ولا الفين ولا تلاتة ملايين على حسب ما قالوا الاستراليين ملايين تخيل لما تلاقي النهر عندك عبارة عن اسماك نافقة فما هذا الله اعلم ولكن نقول الخبر اظهرت مقاطع فيديو حديثة وصفت بالمفزعة نفوق الملايين من الاسماك على سطح نهر دارلينج باكا الاسترالي على مقربها من بلدة تسمى مينيدي في ولاية نيو ساوث ويلز ووثق عدد من الاهالي نفوق الاسماك قائلين ان اغلبها من فصيلة سمك الابراميس الى جانب انواع اخرى مثل المواري والفرخ واصارت اقرار مثل هذه الحوادث اسئلة بشأن اسئلة بشأن الاسباب التي ادت لنفوق اعداد كبيرة من الاسماك وما اذا كانت هذه الظاهرة ناجمة بالاساس عن اساءة العناية بالحوض المائي الموجود في المنطقة فهل هذا طبيعي انا شايف ان ده برضو مش طبيعي ولو ليك فكرة وليك رأي يقوله لي يمكن حد عنده علم اخر يقول لنا ان ده يمكن ظاهرة طبيعية بتحدث لكن انا شايف ان ده مش طبيعي ولو جبنا الخبر في جريدة الدستور وعندنا نفس الصورة جايبينها وكده ملايين الاسماك النافقة تكسو نهر في استراليا وقادي التاريخ علشان نبقى شايفينه نشره في الجمعة 17 مارس الساعة 2 و 41 مساء او بعد الظهر الجمعة 17 مارس او 17 اذار 2023 ونفس الكلام تقريبا وما فيش كلام جديد وما فيش حد يقول لنا ده سببه ايه ولكن ده من الحاجات اللي موجودة في العالم اللي خليك تبدأ تقول هناك شيء يتغير في العالم في شيء مش عارفينه هل في سلاح غريب هل في حاجة بيولوجية غريبة طب الارض اللي بتتنفس ولا الارض اللي بتغلي في الشواطئ دي ده ايه برضو مش عارفين في اشياء غريبة تحدث يا الا حد بيستخدم تكنولوجيا غريبة يا الا غضب الله يا الا فعلا زي ما بيقولوا الطفان قادم على الارض زي ما حدث قبل كده لان الانسان خلاص الانسان توحش حتى الحقد والظلم والقراهية بقت هي الموجودة في العالم كله حتى مع الاخوات ومع العيلة الوحدة حقد وغيرة وقراهية وظلم في كل مكان فعودوا الى الله واقولوا دايما اللهم نستودعك الارض ومن عليها واللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء في نهاية الفيديو بشكر حضراتكم وبفكركم دايما بعمل اللايك والاعجاب للفيديو علشان نكمل رسالتنا وكمان يا جماعة بتنسوش تشاركوا الفيديوهات خلوا الناس تتطعز وتشوف ايه اللي بيحصل وحذروا الاطراق فشاركوا الفيديوهات وانشروها في كل مكان عشان يوصلوهم هذه التحذيرات كمان لو حضراتك جديد معنا وعايز يوصلها كل جديدة ريت تشارك في القناة وتفعل الجرس شكرا لحضراتكم انتظروني فيديوهات مهمة جدا اليوم اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع